تحركات ملفتة للانتباه شرع عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري في تنظيمها منذ الأشهر الموالية لقرار قطع الجارة الشرقية العلاقات الدبلوماثية مع المملكة المغربية لأثباب وهي وفق مراقبين متتبعين للموضوع هذا وبدأت أول زيارة لتبون إلى تونس منتصف دوجنبر المنصرم لتليها زيارة إلى مصر شهر يناير الماضية لتعقب زيارة أخرى إلى قطر قبل أيام ليحط الرحالة يوم أمثى التلتاء في الكويت لأول مرة هذه التحركات تطرح أسئلة عن فحواها والغاية من ورائها بعدما أحث جنرالات قصر المرادية أن حبل العزلة الثياسية يلف عنقهم وأن جندتهم المفضوحة وخدعيهم لم تعد تنطل على أحد عبدالفتاح البلمعاشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولية ورئيس المركز المغربي للدبلوماثية الموازية وحلول الحضارات يرى أن الجزائر ربما تثع بهذه التحركات إلى تدارك الأخطاء الثابقة المرتكبة لاثيما في علاقتها بالمغرب الذي قررت التصعيد معه من جانبها فقط مضيفا أن هذه التحركات تذامنت مع رغبتها في تنظيم القمة العربية التي تقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق وأردف بالمعاشي في تصريح أن تصعيد الجارة الشرقية ضد المغرب عامل من ضمن عوامل أخرى أدت إلى فشل تنظيم القمة في مارث المقبل مستدلا على ذلك بكون جل الدول لم تأخذ بمحمل الجد اتهامات الجزائر تجاه المغرب وإلا لنددت دولا كثيرا بتلك الاتهامات المتعددة والباطلة الموجهة للرباطة أستد العلاقات الدولية والقانون الدولي أضاف أن الرئيس الجزائرية من خلال تحركات يحاول تقديم إشعاع لنظامه الذي يحتاج الكثير من العلاقات العامة موردا أن تبون بهاتي الثفاريات ربما يريد إيثال ورسالة إلى أن تصريحات رمطال عمامر وغيري حول قضية الصحراء المغربية لن تثار بأي شكل من الأشكال في حال نظمت القمة العربية في الجزائر حتى يحضى بثقة رؤساء وملوك الدول العربية وزاد رئيس المركز المغربي للديبلوماسية المواثية وحلول الحضارات بالرباط أن الأحداث والوقائع بيّنت بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام مدرستين ديبلوماسيتين مختلفتين المدرسة المغربية المعتمدة في العلاقات التنائية مع الجزائر على ضبط النفس وعدم الإنجرار وراء التصعيد وفي الوقت نفسي تقوم باللازم حماية لمصالحها ووحدتها الترابية ثم المدرسة الجزائرية التي تعد من الدول القلائلة في العالم التي ليست قضية والوطنية من أولويات الثياسة الخارجية وأوضح بالمعاشي أن الشغل الشاغل للشارة الشرقية في المحافل الدولية يكمن في قضية الصحراء المغربية وهذا دليل قاطع على تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية آملا أن يكون تحرك الجزائر فيه شيء مما يمكنه أن يعيد الأمور إلى نصابها خالصا إلى أنه لا مستقبل للشارة الشرقية دون المغرب في حين أن المغرب بمقدوره أن يحقق مصالحه بدون الجزائر لم ترضي مشاركة وفد عصابة البوليساريو بقيادة المرتذق والمجرم إبراهيم غالي في القمة الأخيرة للإتحادين الإفريقي والأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل الجبهة الانفصالية خاصة أن الوفد ظهر منبودا من طرف الزعماء الأوروبيين حيث لم يتم استقبال الزعيم المرتذقة من طرف رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو خلال عملية استقبال الزعماء البلدان المشاركة وفي هذا الصياق قال أبي بشري البشيرة المكلف بتمثيل عصابة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي في حوار مع صحيفة لسوة البلجيكية نأسف كثيرا لإصرار بعض الأطراف النافدة داخل الاتحاد الأوروبي على مواصلة مواقف المحابات تجاه المغرب وهو ما يغد للأسف الشديد تعنت هذا الأخير وتمرده على الشرعية الدولية حسب زعمه وبدى واضحا من خلال تصريح المرتذق البشير أن الطريقة التي استقبل بها وفد عصابة البوليساريو لم تعجب الوفد الذي قاده المرتذق إبراهيم غالي الأمر الذي دفع للقول بأن رغبة أوروبا في الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي يجب حتما أن يمر عبر التعاطي مع الجمهورية الوهمية باعتبارها حقيقة قائمة وكان وفد عصابة البوليساريو قد حضر قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي باعتبار أن العصابة عدوا في الاتحاد الأفريقي غير أن الوفد لم يحضب لاستقبال البروتوكولي المعهود لذعاماء الوفود المشاركة من طرف رئيس المفوضية الأوروبية التي كانت مرفوقة بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وبالرغم من أن العصابة تروج لحضورها للقمة المذكورة على أنه نجاح ديبلوماسي هام ضد المغرب إلا أن الواقع كان مختلفا خلال أطور القمة حيث تعاملت جل الأطراف الأوروبية وأغلب الأطراف الإفريقية معها بمثابة عنصر شاذ ولم يستطع زعيم المرتزقة من عقد سوى لقاء أو لقائين مع ممتلية البلدان الإفريقية القديلة التي لا زالت تساند الأطروحة الانفصالية جدر بالذكر أن الزعيم المرتزقة إبراهيم غالي كان قد تسبب في أزمة ديبلوماسية كبيرة بين المغرب وإسبانيا لا زالت تدعيات ومستمرة إلى حدود الساعة بعدما كانت مدريد قد وافقت على استقباله سرا لتلقي العلاج لما قيل إصابة بفيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي اعتبره المغرب ضربا لعلاقات حسن الجوار بين البلدين لم يحمل البيان الختامي المشاركة الذي تلا اجتماع الرئيس الجذاري عبد المجيد تبون بأمري قطر الشيخ تميم بن حمد آلتاني والصادر مساء يوم أمثل اثنين أي إشارة إلى موافقة الدوحة على التوجه الجذائرية بخصوص عقد القمة العربية هذه السنة وبدى وكأن تبون غادر هذا البلد الخليجي بخفاي حنيين بخصوص أهم الملفات التي كان يأمل الحصول على دعم قطري بخصوصها بل إن الوثيقة حملت مفاجأة أكبر حين وقع هذا الأخير على اعتراف ضمنية بإثرائيل ولم يحمل البيان الختامي أي إشارة لملف الثحراء الذي استبقت فيه الدوحة ذيارة تبون بإعلانها دعم الوحدة الترابية للمغرب مشيرة إلى تجديد قائدي البلدين على أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأذمة الراهنة التي تمر بها المنطقة وهو ما يبدو كأنه معاكث لما تقوم به الجذائر التي تدعم إنفثالي عثبة البوليسر من جهة وتتبنى قضيتهم دوليا والتي قررت من جهة أخرى قطع العلاقات مع جارها المغرب وبخصوص القمة العربية لم يزد البيان على إعلان تثمين أمير قطر جهود الرئيس عبد المجيد تبون وحرص على توفير الأجواء المواتية لنجاح هذه القمة مؤكدا استعداد دولة قطر لمثاندة هذه المساعي الحميدة والمثاهمة في تحقيق نتائج المرجوة منها خاصة في ظل التحديات المشاركة التي تواجه الدول العربية على مختلف الأسعدة ولم تعلن قطر استعدادها للمشاركة في القمة خلال هذه الثنة كما حددت الجزائر ذلك علنا حين قالت تبون قبل سفر إلى الدوحة إن موعدا عقادها هو الربع الرابع من العام كما لم يحمل أي إشارة لموافقة الأمير تميمة على عودة ثوريا إلى جامعة الدول العربية المقترح الذي تستخدم بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية الفيتو ريدا والذي كان إلى جانب قرية السحراء أبرز عائقين أمام تنظيم القمة في مارس المقبلة والمتير للانتباه أيضا هو الاعتراف الضمني للجزائر بإسرائيل حين قال البيان الرئيس تبون والأمير تميمة استعرضا أفاق حجر المزيد من الدعم الدولية للقضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمة القرس الشريفة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمثل هذه الثيغة إقرارا بمشروع تقسيم فلسطين التاريخية التي سبق للرئيس الجزائري ورئيس أركاني شيشه الفريق السعيد شنغريحا ترديد عبارات رفضه أمام وثائل الإعلام المحلية بل إن تبون تبنى بذلك الموقف المعبر عنها رسميا من طرف المغرب حتى بعد توقيع اتفاق عودة العلاقات الدبلوماثية مع إسرائيل في دوشنبر من 2020 والذي يعني حل الدولتين واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية ترجمة نانسي قنقر